هو ايه المانع ان كل شخص فينا ملوش علاقة بمهنة الطب يعرف مبادئ الاسعافات الاولية تشرح له يتعامل بيها ازاي مع اي شخص مصف الشارع مش لازم يكون عامل حدثة يعني غايبوبة سكر هبوط ضغط نوبة صرع حرق لقدر الله ليه ما يكونش عندنا كتيب صغير نتعلم ونعلم ولادنا منه مبادئ الاسعافات الاولية ليه ما ناخدش من وقتنا دقايق نتعلم فيها معلومات طبية منشورة في مواقع موثقة على الانترنت تقول لنا نساعد غيرنا ازاي اعتقد ان مفيش مانع خصوصا ان معظمنا وقته رايح تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي فبتبقى فرصة اننا نتعلم حاجة مفيدة لنا والغيرنا النهاردة هنتكلم عن الاسعافات الاولية اللي يجب علينا التسلح بيها مع ضفنا الكريم الدكتور عبدالحاكيم الخولي مدير المركز المصري للتدريب ومدير البرنامج المتقدم لمعالجة اصابات الحوادث في مصر والشرق الاوسط وشمال الافريقيا مشرفنا يا دكتور الله يخليك دكتور رحمد شكرا جزيلا للصطفة ربنا يخليك يا دكتور النهاردة احنا بنتكلم على حاجة مهمة لكل الناس ومش شرط يبقى فيه عيان ومش عيان دي بقى حوادث حاجات مقدرة ومساعدة الغير واجب انساني علينا كلنا نبتدي الاول في حالة وجود حدثة واحنا ماشيين لقينا حدثة عربية حدثة موتسيكل حدثة في الشارع ايا كانت فيها ممكن يكون فيها نزيف ممكن يكون فيها كسور بس احنا لقينا حدثة نعمل ايه ممتاز الحقيقة اهم حاجة في حالة الحدثة اللي في الشارع ديت زي ما احنا كلنا متفقين هي امان المسعف ودي نقطة اساسية لازم ما نغفلهاش ابدا ايو انا عايزة ساعد دي حاجة جميلة جدا لكن الامان بتاعك مهم جدا يعني ايه يعني لو انا نزلت في حدثة مثلا على الطريق الدائري العربية طريحة وجاية طيب انا دلوقتي حطيت نفسي في الخطر طيب اعمل الكلام ده ازاي اه اول حاجة انا بعملها في الحالة ديت انا بعلن كده يا جماعة انا عارف الاسعافات الاولية فالناس اللي حوالي بتصغ في هذا الكلام وبالتالي ببدأ احرك الناس واحد من الناس دوت او بنستعمل المسلس اللي هو المسلس بتاع السيارة موجود في كل سيارة بالضبط يا فاند بنحطه بعيد عن السيارة باربعة خمسة متر كده اللي حصل فيها الحدثة بحيث دوت يديني امان وانا بساعد المصاب نيجي بعد كده طيب انا دلوقتي مهم جدا ان انا ابلغ الاسعاف وان انا ابلغ الشرطة بالحادثة نيجي اول حاجة الاسعاف وخلينا نفتكر باستمرار ان نمرة الاسعاف هي واحد اتنين تلاتة عندنا اسعاف هاي الحقيقة على طول بنبلغ الاسعاف بس مهم قوي ان انا لما بلغ الاسعاف الرسالة بتاعتي تبقى سريعة وتبقى محددة جدا انا فلان في الحتة الفلانية في حدثة كذا عندي كذا من المصابين هما بيتأكدوا مني من الطرف التاني وبيبدأوا يحركوا عربية الاسعاف حسب المكان اللي انا موجود فيه لغاية لما هيوصل الاسعاف انا هعمل ايه هرجع مع حضرتك شوية لحاجة مهمة جدا بتبقى موجودة في السيارة احنا الحقيقة لازم نستعملها لان هو ده وقتها وهي حقيبة الاسعافات الاولية حقيبة الاسعافات الاولية ديت موجودة في كل سيارة ومحدش بياخد اي ترخيص من غير الحقيبة ديت صحيح انا بارجو كل الناس الحقيقة اللي عندهم الحقيبة ديت من فضلك افتحها وشوف ايه اللي موجود فيها اللي موجود فيها ده الشاش موجود فيها الرباط الضغط موجود فيها شاش برضو يساعدنا موجود فيها القفازات اللي احنا بنستعملها دي مهمة جدا موجود فيها البلاستر اللي احنا ممكن نستعمله موجود فيها الضباضات ديت اللي ممكن نستعملها في حالة النزيف لما نشوف بعد شوية والمقص حاجات بسيطة جدا لكن مهمة جدا طيب دلوقتي المصاب دلوقتي موجود في شارع طب انا هعمل ايه لازم اول حاجة ليه عملت تقييم المصاب انا عايز اتقيم الحالة بتاعته فاول حاجة بعملها ايه بواجهه وابدأ اكلمه معانا صورة لتقييم المصاب في الحادثة نعم ممكن ايفا بالزبط كده فاول حاجة انا بابدأ اتكلم معاه لو شفنا الاخ اللي هو ملقى على الارض دوت باللباس بالتيشيرت الاحمر وفي واحد باللازرق بيكلمه انا ليه بكلمه ما هو لو رد علي معنى كده ان مجرى الهوى بتاعه مفتوح فانا مش اقلقا لو رد علي معنى كده ان التنفس بتاعه كويس لو رد علي كويس معنى كده ان التركيز بتاعه كويس ففي الحالة ده انا بتطمن عليه بتاني موجود جنبه لغاية لما توصل على بيت الاسعافة دي في حالة لما يكون واعي طب لو هو مش واعي بعمل ايه بشوفه هل بيتنفس اه بيتنفس فخلي بالي بالنقطة مهمة من اصابة السيارة اي حركة بحركها للمصاب في حالة الحادثة دي بتأثر بالسالب في العلاج بتاعه وبتبقى فونتال خطورة مش مفروض ان انا حركه خالص بقيت اني موجودة جنبه لغاية لما يوصل الناس بتاعربيه الاسعاف هم بيعرفوا ازاي بقى يحطوه ويشيلوه ويحركوه بطريقة اامنة بحيث انه بتحرك ككتلة واحدة مع بعض مقدرش احركه عشان اي حركة ممكن تأثر على العمود الفقري او تأثر على الاعصاب بتاعه طب يا دكتور في الحالة دي انا ممكن اعمله ايه يعني انا خلاص اتأكدت ان هو فاي فانا بسيبه وبفضل اتكلم معاه علشان برضو يبقى تقييم الحالة مظبوط تماما لو في حالة انه هو مثلا بينزف جاله نزيف ممتاز لقيت دم على الارض ممتاز ممتاز انا دلوقتي لما بص عليه فيه نزيف طب النزيف ده جاي من اين من ايده من رجله من اي مكان هو بينزف منه الحقيقة احنا عندنا طريقة مش هولسي حريقة لكن طريقة مهمة جدا لإيقاف النزيف وهي بالضغط على مكان النزيف هنا بقى بييجي الدور بتاع الضمضاء دي بفتح واحدة منهم وبحطها على المكان اللي بينزف واعمل ضغط عليها مدة من خمس لعشر دقيقة بإذن الله بيقاف النزيف طب نفرض ان النزيف لسه مستمر هعمل ايه من فضلك ما تغيرهاش لا هات الضمضاء التانية وحطها عليها عشان تقدر توقف النزيف اللي هو جاي من المنطقة دي تبدأ العوامل بتاعت التجلد بتاعت الشخص تشتغل ويقاف النزيف ايقاف النزيف في منتهى الاهمية بالنسبة للشخص المصاب في الحالة طبعا هو لو مش قادر يتحرك معناها انه عنده يا كدمة يا كسر وانا طبعا مقدرش اقيم اذا كانت كدمة وكسر اعمل ايه دلوقتي لو انا شاكك انه عنده كسر طيب انا هعرف ازاي انه عنده كسر احنا عارفين مثلا الايد بتبقى بالشكل ده لو لقيت ان الشكل بتاعها مختلف يعني بدل ما هي مستقيمة كده معوجة معوجة اه يبقى دات في الغالب عنده كسر او لو هو واعي بيبدأ يسرخ ومسك ايده ان في مشكلة في ايده او مشكلة في رجله انا ضدوري هنا كمسف اعمل ايه بعمل عملية تثبيت للكسر بوضعه وبركز اكتر قوي بوضعه يعني محاولش احاول خالص خالص يا فندم لقيت ايده معوجة او رجله معوجة مش هاجي بقى او مرجعه له تاني لا خالص مش وظفتي لا خالص يا فندم انا بحط دلوقتي بعمل عملية التثبيت في كتير من الناس طب قولي طب انت هتعمل التثبيت بايه الحقيقة انا ممكن اعمل التثبيت باي حاجة حواليا بمعنى لو عندي مثلا حتة خشبة لو عندي جوردان ده هو فيه صورة معنا برضو الموضوع التثبيت ده تمام فين ممكن يعني تبين ايه اللي ممكن نعمله ممكن نستعمله بالضبط زي ما احنا شايفين في الصورة كده ده هو هنا عمل تثبيت ايه بمشمع حط المشمع حوالين الحتة المكسورة وابتدى يلفل ايه الشاش عشان يسبت الكسر الله احد اقول لي تبو هل تثبيت الكسر ده موام ايوة لان تثبيت الكسر معنا ان احنا بنقلل للنزيف بنقلل للألم اللي ممكن يشعر به فدي عملية تثبيت مهمة اوي ودي صورة تانية برضو بمشمع بيسبت الكسر اللي موجود نشمع حكيس نيلون يعني اي حاجة بطنية اه بطنية هدوم من ناحيتين طب نفرض نفرج له كده ومعنديش حاجة تانية ده انا ممكن هسبت رجله ديت برجله التانية لو حطيت الرجلين جنب بعض وثبتتهم مع بعض برباط كأني ثبت الرجل المكسورة المهم التثبيت عمل التثبيت دي مهمة جدا لغاية لما بيوصل الناس بعربية الاسعاف هم معهم الاجهزة بتاعتهم اللي بيثبتوا بيها الكسور حصل بقى لقدر الله حريق اه ده بيحصل كتير قوي خلينا نتكلم حضرتك على مستويين المستوي الاول لو نفر انها بساعد مصاب قاعد في العربية بتاعته فتحت باب العربية وقاعدت بكلمه وفجأة لقيت ان فيه ابتدى حريق في العربية دي الحالة الوحيدة الحالة الوحيدة اللي مسبوح لي بيها ان انا اشد المصاب ده بسرعة من العربية عشان لانه ممكن يتأثر بالحريق اللي موجود وإلا بتاني موجود جنبه لغاية لما يوصل الاسعاف وهما اللي بتولي اخراجه في حالة الحريق هنا احنا بنخاف من ايه بنخاف من انه يحصل له حرق والحرق هنا زي ما حدك عارف تلت انواع مهمين الحرق الحراري تلت انواع مهمين ياما ان حرق بسيط ياما ان حرق اللي هو بالدرجة بنسميه بالدرجة الاولى او حرق من الدرجة التانية فيه فقاخيع او حرق من الدرجة التالتة اللي بياخد كل طبقات الجلد معنى طبيعي يا دكتور ان احنا مش هيبقى معانا الادوات اللي تساعدنا عشان نعالي كل انواع الحروق او نقيمها تمام فايه اللي انا ممكن اعملهله ببساطة كده بسرعة لحد مع ربيت الاسعاف تيكي حلو جدا لو حدك عندي الحرق في منطقة صغيرة ومحددة عندي اي ازازة مية احطها على الحرق دو بيقلل الالم بتاعهم لق عندي المنطقة منطقة اكبر وحرق من الدرجة التانية او الدرجة التالتة انا اللي اقدر اعملهله ان انا بحط عليه الشاش دو او الضماضة اللي هي اللي تبقى نظيفة ومعقمة مش اكتر من كده ده اللي بحطه عليها وخليها فاكرين ان في بعض الاحيان بيبقى معانا المرهم اللي هو بتاع الحروق ممكن احطوله عليه طب انا يهميني اعرف الدرجة التانية او الدرجة التالتة ليه عشان اعرف العين ده هيروح فين لو شفنا كده مع بعض الصورة ديت زي ما احنا شايفين الاستعادة متهيقلة عن الحنفية في الحالة دي ممكن يكون ازازة مية بقى نفضل ازازة مية اه في الشارع لكن لازم نقول للاخوة اللي بيعملوا الاسعافات ديت من فضلك ما تحطش تلج بصورة مباشرة على الجلد ليه لان التلج الواحد بيعمل حر صحيح فاحنا ما حطش التلج بصورة مباشرة لا بنحط مية جارية لو هو في البيت بيبقى مية جارية لو انا نزلت في حادثة بتبقى زيست المية بحطها على منطقة لو الحريق ده ادى الى دخان فحصل اختناق تمام نتعامل مع المريض او مع الحادثة او الانسان المختنق ازاي تمام طبعا خلينا نفتكر مع بعض احنا عملنا ايه احنا اتكلمنا الاسعاف وكلمنا الشرطة ونمرت الشرطة اللي هي واحد اتنين اتنين ونمرت المطافي اللي هي واحد ثمانية صفر بعد كده احنا ما فيش اي تاريخ مرضي ان هو وقع او نصاب او اي حاجة بناخده بعيد عن المنطقة اللي فيها الدخان منطقة بقى فيه هوا بس خلينا افكر الزمنة بحاجة مهمة جدا ان احنا بنحب نشوف طبعا حب اللي سيطلع اللي موجود عندنا فبص بسرعة الناس اتلمت عليه احنا كده زودنا مشكلة الاختناء بالنسباله لازم نديله فرصة ان هو يتنفس هوا لازم ناخده من المكان اللي هو موجود فيه الحريقة وموجود فيه الدخان لمكان فيه الهوى النقلي ونبعد عنه اي حد ممكن يمنعه من هو يستنشق الهوى اللي بيبقى موجود ويبقى ديه اهم حاجة ان احنا نديله فرصة ان هو يتعرض للهوى النقلي بالزبط كده لقينا بقى ودي بتحصل كتير يا دكتور واحد مغم عليه تمام انا مش عارف هو مغم عليه ايه تمام ساعات بيبقى فيه تشنجات من غير تشنجات لكن هو ممكن واحنا ماشيين كده نلاقي واحد راح مرة واحدة وايه على الارض وراح تمام في غيبوبة مؤقتة او واحنا مع الدين بلاي ناس مالمومة وبنلاقي شخص ومحدش عارف يعمله حاجة تمام نتصرف ازاي تمام الحقيقة احنا الفترة لغاية فترة قريبة كنا بنعمل ايه في المغم عليه دوت كنا بنرفع رجله الحقيقة الدراسات اثبتت ان رفع رجل مش هافر كتير خالص يبقى احنا كل اللي احنا بنعمله ايه بنخليه نايم مسطح على الارض نبعد عنه اي حاجة ممكن تلامسه او تعمله او تضعه في خطر في صورة برضو اهي نوعا ما بتبين لنا اللي حضرك بتقوله تمام احنا دلوقتي انا اطمنت على المغم عليه اطمن على النفس بتاعه وبيتنفس او ما حطه في وضعية الافاقة اللي احنا شايفينها دي الله ايه دي وضعية الافاقة انا الشخص وهنايم على ظهره انا بخشى من ايه بخشى انه يبدأ يتقيق فلما يتقيق يسد مجرى الهوى اه دي في منطقة الخطورة فانا بعمل ايه منطقة البساطة لو شفنا في الصورة اللي فوق الاول بيشوف بيقيم حالته وبعد كده بيتني رجله وبعدين ياخده على جنب من الاجناب ويحط ايديه تحت وجهه بحيث لو هو يتقيق او حاجة او فيه افرازات هتنزل من الفم ما تسدش مجرى الهوى بتاعه فدي حاجة من الحاجات المهمة او في حالة الاغماء بعد كده انا اتكلمت الاسعاف ده ده فيه ناس بقى دكتور بتحاول تفوأه بقى وتجيب مية وترش عليه وتخبط على وشه وتهزه لا خالص خالص احنا كل اللي هنعمله خلاص طمنا عليه بيتنفس هتنضعنا في وضعات الافاقة اتني اقعد معاه واشوف الحالة بتاعته ليه لان ممكن في اي لحظة من اللحظات دات يتوقف النفس فهضطر اعمل انعاش القلب الرئوي تني موجود لغاية لما الاسعاف يوصل لازم افضل جنبه لازم تني موجود جنبه لغاية لما تيجي الاسعاف هي اللي هتتولى بقى تشوف ايه المشكلة عنده يخدوه الطوارئ يشوفوا بقى ايه سوي للاغماء ده هما اللي يقدروا يحددوا الكلام ده في الطوارئ طيب في ناس وده برضو بيحصل كتير سواء بقى في محيط العمل او في محيط الشارع لكن في ناس بيجي لهم غيبوبة سكر تمام وبرضو بيحصل لهم نوع من انواع الاغماء او الغياب عن الوعي تمام نتعامل معهم ازاي تمام انا ليه قلت في محيط العمل لان في محيط العمل الناس بتبقى نوعا ما عارفة ان ده عنده سكر فدي غيبوبة سكر لكن لو هو في الشارع ممكن الناس ما يعرفوش ما يعرفوش تمام انا عندي هنا حالتين الحالة الاونية ان هو اغم عليه لو حالة اغماء هتعامل معها عادي جدا كانها اغماء اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية انها بحطه بشوف النفس بتاعه وبقيم حالته اشوف النفس وحطه في هضاية الافاقة نيجي هنا لو هو لا لسه في وعي وقادر يتكلم انا بسأله على الاعراض بتاعته لو هو بيرد علي الحالة الناس اللي عندهم سكر بيبقوا عارفين المشاكل بتاعتهم وبقى عارف اعراض نقص السكر طب نفرض هو مش عارف بس بيرد علي بيكلمني اعراض نقص السكر الحقيقة هي دي الاخطر الحقيقة لازم اقول كده اعراض نقص السكر اخطر من ارتفاع السكر فانا بمنتهى البساطة لو انا مش متأكد هل هي انخفاض ولا ارتفاع من فضلك عامله على سن وخفاض يعني ايه هجيب معلقتين سكر او تلات معلقة سكر في نص كوباية مية ادوبهم هو لسه صاحي وواعي واسقهم له حد يقول لي طب افرض انه ارتفاع اكيد معلقتين سكر مش هيفرقوا كتير قوي في ارتفاع السكر اللي موجود عنده لكن يفرقوا لهو فيه انخفاض هيبدأ السكر يوصل للحالة الكويسة بالنسبة له خلينا برضو نفكر في حاجة مهمة قوي احسن حاجة سكر ومية مش شوكولاتة لان الشوكولاتة عمل ما الجسم يمتصها وياخد السكر اللي فيها بتاخد وقته اطول فاحنا الافضل بالنسبة لنا مية وسكر وفي الغالب الناس اللي عندهم مشاكل في السكر بيبقى معهم حاجة بالزبط يفن هو بيبقى بجيب وحاطة اه اقول له ها معاي ايوه يطلع مثلا حاجة مسكرة او حاجة بسرعة ياخدها او ادينوا المية بسكر طيب اخر حاجة دكتور لو لقينا حدثة فيها صعق بالكهرباء تمام وارد ان يحصل في الشارع نعم نعم نعمل ايه ممتاز هنرجع برضو لنقطة اللي هي بتاع امان المسعف انا مقدرش اتدخل الا اذا كان الموقع امن بمعنى لو عندي تاريخ مرضي ان دوة تنصعق بالكهرباء او قريب من عمود نور اه او في مطر في المكان من فضلك ما تتدخلش لغاية لما يوصلوا بتوع الحماية المدنية او بتاع الشرطة يوصل او الادفاق لغاية لما يأمنوا المكان لو انا في مكان ممكن اتحكم في الكهرباء اللي فيه هفصل الكهرباء قبل ما اخش اسعده هنا الكهرباء بتعمل اكتر من حاجة الحية اخطر حاجتين بتعملهم يعني اما حرق كهربائي وده بيبقى في مطار خطورة ليه لانه بيأثر على الانسجة بتاعت الجسم كلها اول حاجة التانية ان يبدأ يأثر الكهرباء تأثر على القلب فتعمل توقف او ارتعاش في عضلة القلب هنا هنعمل انعاش القلب الراوي لغاية لما يوصل عربية الاسعاد حضراك يعني لفت نظرنا لحاجة مهمة في حالة وجود مية الكهرباء سببها مية يعني سلك كهرباء وقع من عمود نور في بركة مية موجودة في الشارع نتيجة مطر نعم وحد حصل له مشكلة ما نجريش بقى كلنا علشان خالص يحصل لنا نفس اللي حصل له اه لازم نبقى فاهمين الكلام ده تمام فاهم لازم نبقى يتأمن قبل ما تدخل وحاول اسعده الدكتور عبد الحكيم الخولي مدير المركز المصري للتدريب ومدير البرنامج المتقدم لمعالجة اصابات الحوادث في مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا انت شرفتني النهاردة يا دكتور شكرا جزيلا يا دكتور رحمة مساعدة الغير في ظروفهم المرضية الصعبة والطارقة مش منا ولا تفضل منك عليهم ده حقهم عليك هم في موقف ضعف وانت في موقف قوة تسلح بمعلومات عامة عن الاسعافات الاولية للمصابين في الشارع هتساعدك وتسعفك قبل ما خيرها يروح لغيرك فقرتنا خلصت بس حلقاتنا مستمر استنونا بعد الفصل